اشتركوا في القناة شاهدنا كيرام وشاهدنا قناة الشرقان اشتركوا في الفيديو من سنة المباشرة من باب شفاعة 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 من باب شفاعة بالضبط من دين تسلا المدينة القديمة تصل بين هذا الشاب تصل بين هذا الشاب من تحتياجات خاصة التي تعدى عليه واحد بضحومته هنا بطريقة بشعة يدع لها تليفون و يدع لها أيضا 3500 درام هذا الشاب هذا عنده محل صغير و دعوني نصور دليل المحل عنده محل صغير خلي خدام عالم مهمتو به محل صغير تترزق فيه الله تتقاتل مع الوقت لكي يعاون الأم دياليز هذا الشاب هذا من دوي حتياجات خاصة ماذا يتضرب؟ تتحرك على كرسي متحرك هو الذي لديه نحن نعرف هو الحومة و الذي يحمي ودحومته و لا تجعل شخص يتعد عليه يتقافة التي لدينا في الحومة هو الذي يكون حاضي ودحومته مراقب ودحومته لا يجعل شخص يتعد عليه يطاق عليه و لا يريد شخص يتعد عليه فهنا يتعلق هذا الشخص يتعد على جنوية و لم يكن من الهدد لذلك فهو يتعد على التطبيقات و وكي يتعد على الشكاية وموكيات من هذه الحومة ونحن نتقاف نحن نتقي في الهجه الامن لأنهم سيأخذوا حق هذه الدرية من دولة الحديث الخاصة نتقي في الجهاز الامني هنا في مدينة سلا بإمكانهم يجب القبض على هذا السيد لأنه تهدد هذا الشاب بطريقة خيبة و غير صحية أنا جئت هنا و قلت بعد المدينة حونت و أستنكروا في هذا العمل و الممارسة و قلت لك أنه لم يكننا و أجعله يدك شيء لخيب وبالتالي أنه تهدد لي فوقيتا لما كانوا فيها أولاد الحومة بمعنى أن هذا السيد تهدد هذا الشاب و هذا الشاب الذي يحسب رسوله أنه في خطر هذا الشعلاش تصل إلى قناة شوفتا مشاهدين الكرام أريدكم أنكم تشاهدون و لا تكونوا شيء تشاهدون لكي نوصلوا الرسالة إلى هذا الشاب لأن هذا أخونا و أخو المغاربة كاملين و كما نحن معه ضد هذا المجرم أنا تعتبره طاغية لأنه اعتدى على شخص مسكين لا يوجد جهد لكي أنه يدفع على الرسالة يعني قمة الحقراء قبل أن نبدأه سيدة الكرام سأخبره هو يقول لكم ماذا هو ماذا قال ماذا قال السلام عليكم أنا اسمي عبد الحقيقة الحسن القاة قيم بالسالة المدينة السارع بوطويل نعم السرع سأرد فروا سألت الناس و سديت المحل لكن في هذا المكان سألت المحل السيد اللي وقف عليها والطحون كذا بالسطور من نوع من نوع قراند شاف ولقيت جديدات والدالرز قيد دالي تلتلف و 500 درم وتليفون و سيارة لي بالسطور احطوا لي فوزي ثلاث درجة و زماني بنص و ترسلي فروتايز و كنتين در ترود على النطق نطق و وعليدي نطق و و كنتين درجة مالذي ترسلي الاسوء و النطق ديلي عودة ارزعت الاسوء مابقا صحيح تنضوي مبعين تلتلف ودي اللي تن ترعد بزافة اللي تن بحالي اللي تل أحسن أرزعت الأسوأ ما وان كان فيه اكتئاب حاد و تتسافيتم الكتئاب وردني الكتئاب عوتين وخلالي الوالدة ديالي تدار ديالي وخلالي تاني تلت يماتي الناس ودارني في قلبي بأن قلبي تدارني التي تدارني قلبي وما بقص تنقذ الناس وشيح هذا إلا ما قصت تليني بحالي لكن تلفازة ولده تن بقى نتفكر تن تفكر سنو الواقع اللي وقعتلي ولده تن واحد وما بقص قد تحمل وفي اخدام اللي تن بغى يمسي حي يد من الناق وووووووووووووو ما بقص قد مسي من البعد ما كنت كمسي تمسي ما بقيت تنقذ اللي تنستعمل الكروسة متحركة من بعد ما تخلي تعليها رزعت لها عوشاني و ما بقيت تنفوز اللي صعبة علي الحياة و ما بقيت تحامل نبقى في نفس الموحد اللي وقالي في المشكل ما بقيت تحامل نبقى اللي تخايف وتوصلت بالجديد ما بعد ما عرف رأي مذكراري بوزتي زهددني و عندي فيديو بأن اوددني عوشاني و زه بغيت لب الصلح معايا و اردلي فلوس و تليفوا ما بغيت و ما بغيت وانت نفسد وانمسيت للبروميال للاسباب و ماما مدروس معايا الحلو و بقيت تحامل بقيت تحامل نبقى حدايا و كي ذهدني و مسيت عند الواكي الملك و بقيت مصدوز و ديما تيدوز من الحدايا و سميت و سواءايا و سلوطات يوسي الحموشي و زلالة الملك بصيد متخلف هذا الامر بما انه بقى ما تحقق العادة الفرسية اللي وقفة لي ودد الحياة ديالي مما أنا مبقس قد ألاسي اللي تبغين أنسى هجا مبقس حمل نسوف الموحيد فينك مابقس حمل موحيد فينك خلال البروت ايز ابو ترسل البروت ايز مرك للبروت ايز مباده أول طرق اللي كنت تمسي به أول مسجن مبقذ قد مسجن أرسولي كارسلية هو مبقذ شهدنا كيرام أنا عنيدة للسلطة الأمنية هنا يبنيت لها البارح في سيد موسى أو في ليلة عشرة شباب طائش شير بوطف العافيات فرقعات ضربات البنت عندها خمسة سنوات أحمل هذه الاعتقالات كذا في الأخير يأتي أمواتهم تقويبكيو وأولادنا لم تقوموا أي شيء هذا هو الشاب من دوية حالته تشوفوا حالته وغير بروتاج لمقفو شكول هذا الذي يقدر يتعدى له أحد بحلوك شخص الذي تشوفه في هذا الوقت لا يقدر أن يتعدى له بعد أن يتعدى له أحد بحلوك وتتوصل إلى السلطات الأمنية نحن نتقى في رجال الأمن تنحييكم عن مجهوداتكم ولكن ربما في هذه الممارسات هذا هو خصوم السجن كيف تأتي بجنوية؟ شخص من دوية يحتاج خصوة تضربه بنص ترسل البروتاج بعض العقلية هذه إلى ما تقوم بحلوك هذا الشخص المجرم الذي يقتد على القريساج هو بارد الكتاف لم يكن لديه أحد أن يقوم بحلوك و يضرب تمارا على رأسه فبالتالي يحتاج جديد المراقبة على هذه الناس وعلى هذه الأحياء الشعبية لأن هذا الشيء يتعدى في الخاطر و هذا الشيء ليس موافق عليه يقول بارح وقعت الشاب في سيدة موسى تقطع لي سبعه الأم له غد حماق تجدوا عليه الكلب العضو الذكريه بطريقة وحشية بنت صغيرة لديها خمس سنوات لماذا هذه حرب؟ خمس سنوات بنت صغيرة تفرقات البوطة في هذه الشعورة تضربت لرجلة ماتت الله يرحمها في هذا النهار الآن ها هو دريد غريسا واذا تقول لنا في كولومبيا؟ واذا تقول لنا في احنا لدينا دولة مؤسسة تحترم المؤسسات تحترم رجال الأمن ولكن يتدخلوا بيد المدينة السلاق لأنها تشكتر واذا تشبع فيه؟ لا تضرب أنا شخصيا أتسأل ما هاد تخونه؟ لا تريد أن تصرق لا تحوله شو رسالة دي كبولة؟ رسالة دي بأنه خاصه يعتقله في أقرب الأوقات في هذا فوت الحقرة أنا أصلا كنت مفكر في انتحار وتعالزت وسحن لها وقدرت محلي بس نسأل المساكل ديالي ونعاون دارنا ونعاون والداء ديالي التي مضمرني ضمر لي حياتي وما بقيش تنفكر في هذا الحياة أنا أصلا ما بقيش بغي نعيز قاعد وما بمكلس وما عندي كان نطق بس نقول لك سنو الليل الداخل ما قدس ندوي على الليل الداخل فيها أصلا لذا اللي عندي تلفات ما عارفت أنا تلت أيام وأمس دوم أنا ما عارفت سنو سنو اندر هل أنت و 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 مرحبا 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 هذا الربو ليس للمستخدم لا أتفرع هذا ما هو الدربو هو كرس أيها المغارب هذا ما هو وحش من المنزل يعني للأسف يعني قمة الحقرة قمة الحقرة يعني وكم سراعة تنشي واحد صحيح للأسف ما فهمتش شوف ها هرسل البروتاج شوف شوف وتيجي الوقت لما يكونوش دريري ولاد الحوم انا دبارة انظر معكم من المورايا كان ولاد حوم لا اعتقد انه كانوا ويجينا ويجريتش ما للأسف متمنى انه يجي دابة في البتمو بياشرنيت نا نداء السلطات الامنية نداء السلطات الامنية باش انه يتفعلوا على محمل جد ما هاد الشاب هذا لانه رع الوضع دياله صعيب انا كان قلب من السلطات قاتل يدخلوا من السيدنا يدخل وكانت منه يكون سيمو حسين بس نصايب هذا البروتاج انه ما ما بقىش تلقوا دارة عندي شرائي بس نصري بس نصايبه بس نصايبه وما بقىش حملت الخدمة خدمة انا كرت تراثي لحد الانا كرت راثي ما قدس نشوف حياتي اناك انا كان نسيت تراثي ونسيت المرض وكانت قاتل مع راثي بس نخدم حيش ما عمرني انا ضنيت تراثي انطيح في هذا الموقف ومعرفس انو انقول انا رب زاف حاليا وداب حاليا الله ما قد نعبر على اي حاجة و اول مرة انطح في هذا الموسكي الكبير انا معرفس الحياتك دائرة من الانا القدم كاتكو عندي انا صراحة ضلع ايتي بالذات